ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنصيقي للسياسات المالية والنقضية خلال هذا الاجتماع أكد مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنصيقا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي مشيرا إلى أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظة البنك المركزية قد ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الانتاج للمصانع وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد السعراد آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما تم السعراد دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري وتطرق الاجتماع أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب بما يسهم في دعم الاقتصاد فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج